تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان الشقيقة انطلقت فعاليات البازار العماني البحريني في مول عمان بحضور سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان وردينا بن تعامر الحجرية رئيسة جمعية الصداقة العمانية البحرينية وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين العمانيين ورجال أعمال من البلدين الشقيقين ويأتي المعرض انطلاقا من أهداف جمعية الصداقة العمانية البحرينية وتعزيز للعلاقات التجارية بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة سياحة المعارض فضلا عن تعظيم حجم الشراكات بين رواد الأعمال وبهدف تطوير جسور التواصل بين البلدين الشقيقين ويشارك في البازار العماني البحريني نحو 38 عارضا من رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتناهية في الصغر من البلدين الشقيقين ويضم عروضا للمنتجات العمانية والبحرينية التي تشتهر بها كل البلدين من البخوري والعطوري واللبان والمنتجات الغذائية والملابس التقليدية والمصوغات الفضية والأحجار الكريمة وغيرها طبعا يهدف هذا البزار إلى تشجيع رواد الأعمال المساسة صغيرة متوسطة في كل البلدين لأبراز منتجاتهم المختلفة وأيضا إتاحة الفرصة لخلق شراكات مع نظارهم البحرينيين الذين يشاركون في هذا المعرض بإضافة إلى تبادل الخبرات والأراف ما بينهم هدف نحن تشجيع رواد الأعمال في كل البلدين على المزيد من الانتاجية وتحسين هذا المنتج الوصول إلى الأسواق العالمية نظمة جمعية الصداقة العمانية البحرينية البزار العماني البحريني بنسخة الثانية انطلاقا لتعزيز أو تحقيق أهداف الجمعية في تعزيز الشراكات بين مملكة البحرين وسلطنة عمان وإيجاد شراكات للمشاركين في هذا المعرض المعرض ضم العديد من المنتجات ومنتجات متنوعة منها الحلة التقليدية والملابس التقليدية العطور والبخور ومصوغات الفضية والأحجار الكريمة ترجمة نانسي قنقر